كنت مستعدة أعمل أي شيء، الواحد اللي بيكون بده شيء كتير، ما بيوقف عن شيء رحت عند البابا قلت له أنا بدي أعمل طيار، كان هو طيار فتوقعت نو إلي يلا أوكي بيدعمك وهيكي، تفاجأت إنه هو ما كان بده يعني كان ما بيدعم الفكرة أبدا، لعدة أسباب، أول شيء إنه هو مرأ بيصغوبات ما كان دعني أنا أمرأ فيها، وكمان كان فيك تقول يعني حيمنة للمجتمع الزكوري بهذاك الوقت على هاي المهنة، فهو ما كان بده كأب لبنته خائفة عليها، ما كان بده رحت قتل، طيب أنا بدي أشتغل بأي شيء لو على أب الطيران، فرحت عملت دورة حجز وقطر واشتغلت شركة كتير كتير كبيرة بأجنبية بسوريا، بعدين صرت بالأمليات الأرضية، اشتغلت معهم كمان كل ما كنت كتبت على مجال كان ما لاقي حالي فيه، أول بدي كمان بي كمان، بعدين اشتغلت الأمليات الجوية بهذا المكتب بعدين لقيت الفرصة، جيت الفرصة ورحت هون هو، وأتشاف إنه عندي كل هالأسرار وهالباشن وهي العزيمة، فدعمني كتير، وموقف مش بلعكس، موقف مش طموحي أبدا، وكان معي خطوة بخطوة مبسرات 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 اشتركوا في القناة